أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين يعني برضو كابتن أسامة قبل بداية البطولة الأم الأفريقية بأسبوع أو بعشر تيام حتى كان معنا النهاردة كابتن نبيل الترابولسي المدرب العام السابق للمنتخب الناجيري تم تغيير جهاز الفني للمنتخب الناجيري وحطه بسيرو وقاله أنه هو يشتغل ما بعد كهاز الأم الأفريقية هل ده يؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على الفريق؟ من وجهة نظرك ساعات التغييرة دي اللي قبل بطولة ممكن تدي روح مع نواية عالية استغييرة لو مدرب حيكمل لكن هو مفيش مدرب حيكمل هو المدرب اللي معهم دولاته هو مدرب يعني هو حتى الآن بيصير هو مدرب المدرب الفني للمنتخب الناجيري بعد بطولة الكاس الأم الأفريقية واستشاري ها مش في البطولة ها استشاري بس ها بس برضو ساعات أحياناً التغييرة دي أحياناً بتدي عارف دفع كده إحساس للعيبة بيجي وكلنا مرنا بالظروف دي ساعات لما بتيجي مدرب تغيير العيبة عايزة تثبت نفسها أيوة العايبة عايزة تثبت نفسها بتطلع أقصى ما عندها دايب عايزة توري نفسها للمدير الفني الجديد كل دي ساعات بتعمل دفعة ثانياً بتشيل من عندك الضغوط شوية يعني أحياناً بتشيل من عندك الضغوط شوية لما بيبقى فيه مدير فني هو المسؤول بقاله فترة ممكن بيبقى متحمل عليه قوي إنه لازم ياخد البطولة واللعيبة مضغوطة وبتاع ساعات لما بتدي أريحية كده لللعيبة بتلاقي طلع أحسن ما عندها لكن ده مش في كل الأحوال يعني أحياناً برضو ممكن تيب بنتيجة عكسية لكن الطبيعي إنه منتخب مصر زي ما أنا قلت لك أنا وجهة نظر الشخصية رغم التغييرات الكتيرة اللي عملها مستر كيروش في البطولة العربية ولكن ما زلت بقول إنه برضو إديته إحساس المعسكر في متشات رسمية يعني فيه فرق لسه بتجمع لو أنت تقصد نوع دخل البطولة مش غريب أيوة على المعسكرات هي دي هي دي اللي استفادك كبيرة من بطولة كاس العرب يعني فيه فرق يعني أنا مثلاً أتفرج على السنغال النهاردة لما أتفرج على غانا بحس إنه هم لسه متجمعين يعني أو لسه عارف بيستكشفوا لسه بيسخنوا لسه إحساسهم حتى كمجموعة إنه هم قاعدين مع بعض في معسكر ده ده دي منتخب مصر خدها في بطولة كاس العرب كاس العرب رغم من إنه ما كانش العدد اللاعبين ده ما كانش العدد موجود بس على الأقل فيه تمانية أو تسعة منهم بيبصلي كده بصنا لا هي وجهات نظر ماشي لا أصل الحتة دي مهمة فيها حاجة يا كابتن أسامة بعد إذنك تلك فرق في أفريقيا اللي بيعرفوا يلعبوا البطولات المجمعة والتاريخ هو اللي بيقول كده مصر مصر كاميرون غانا بدليل سبع بطولات خمس بطولات أربع بطولات غانا أربعة كاميرون خمسة مصر سبعة الفرق اللي هي بتاعت شمال أفريقيا مغرب عمرها ما بتوصل للأدوار النهائية عشان اللاعب المحترفين علشان عدم تركزهم الدفاعي دائما يمكن أنا شايفهم النهاردة بيدفعوا كويس لكن المنتخبات اللي هي زي تونس وزي المغرب نفسهم مش طويل ليه لأنه لعيبة محترفين بالزيادة أنت يمكن المكاسب اللي أنت كسبتها كان عندك معظم اللاعبة محلية فيه نقطة مهمة جدا اللاعب اللي بيسيب البطولة بيخلص البطولة بيرجع على بلده غير اللاعب اللي بيروح على الاحتراف ما بهموهوش حاجة يمكن إحنا أهم مكاسب لنا مدرب مصري ولعيبة محلية اللي هو ستة وتمانية وعشرة وتمانية وتسعين كان هاني رامزي في تمانية وتسعين بيبقى عندك واحد ولتنين بالكتير قوي ولكن ما بتعتمدش على هم اللي اعتماد الكوير زي بتوع شمال أفرق يمكن المغرب بيبقى عندها حوالي 25-30 لا عيد ما عندهمش الحتة بتاعت المقاتل لو ما بيوصلوا يعني لو حصل حاجة ورجع فرنسا يعني المغرب ما خدتش بطولة من 50 سنة أو أكتر من 5 أو 57 من 61 بتايالي أخر أول بطولة تلان سنة 70 أو 70 أخر بطولة يعني أخر بطولة خدتها المغرب يعني خدت بطولة واحدة بس الجزائر هي اللي بدأت الجزائر بدأ يبقى فيه كتال عشان هو عمل إحلال بلعبة بيلعبه خاندية متوسطة وجمال بن ماضي شخصية قوية وحاجة تانية مهمة كمان خلاص اللعيب الجزائريين تمرسوا في الأمر زي اللعيب المصري لعيب المصري في المعسكر وإحنا دايما نسأل نفسنا هو ليه إحنا بنبدع في المعسكر الطويل في البطولات المجمعة وما بنعرفش نشتغل في المباراة الواحدة عشان كده إحنا ما نكونش بنوصل قس العالم لإن تثبيتة المباريات إنت الإدارة بتاعت الكورة نفسها طول عمرنا ما بتبقاش إدارة جيدة يعني خلينا نعترف إن اتحادات الكورة اللي بتعد عليك ما بتبقاش الاتحادات اللي هي بتشتغل باحترافقية عشان كده إنت بتفشل في الحتة المباريات الطويل لكن بتنجح في المجموعات تقدر تنجح في المجموعة تقدر تنجح لما تلمي لعيبتك في مكان واحد يجي واحد زكاة الحسن شحاتة بقدراته العالية كمدرب يجمع لعيبته ويديها روح عالية قوي واللعيبة نفسها تتموت نفسها عشان تعلى وعشان تعمل وبتاخد البطولات فالأربع فرق اللي دلوقتي بتوع شمال أفريقيا اللي هو اتنين شمال أفريقيا اللي هي جزائر ومصر وكاميرون وغانا غانا يمكن الفرقة اللي أنا شايف اللي هيبقى عندها تصعر فحتى يعني في الرتم بتاعها رغم أن هي خسرت النهارة لكن ممكن يبقى عندها تصعر لأنها فرقتها هم عواجيزوا بينهم بينهم همتهم آخر حاجة ليهم يمكن عندهم حوالي اتناشا اللعيب العمر بتاعهم معدل تلاتة وتلاتين سنة دي غانا اتناشا اللعيب ويمكن وعندهم اتنين قابدين على الفرقة زي ما تقوله آيو واخوه يعني قابدين على الفرقة دي حقيقة يمكن لو دولم بطلوا زي ما كان سمواجيان ومنتاري اللي اتنين برضو كانوا عبدين وإسيان التلاتة كانوا عبدين على الفرقة لما التلاتة بطلوا اللي اتنين دولم لو بطلوا هتلاقي غانا عندها جيل جديد لأن كل اللعيبة الصغيرة اللي بتلعب لغانا ما بتقدرش تتجمع علشان حتة الناس اللي مسيطرة على ودي راجع للاتحادات عشان كنا أنا بكلمك على احنا كمصر في البطولات المجمعة بنبقى أفضل ناسي كابتن أتفضل يعني ماشي احنا فعلا في البطولات المجمعة أفضل من المطشط اللي هي زهاب وعودة دي حقيقة لأنه تعودنا من زمان على المعسكرات الطويلة دلوقتي يبقى فيه نسبة محترفين ولكن ما زال منتخبنا في ستين أو سبعين في المية منه محلي محلي يعني موجودين في مصر بس تاني أنا بقول أن البطولة هو استفاد منها في الجزئية دي اللي هي مش داخل غريب على بطولة يعني غير لما كروش كان هيروح على بطولة أفريقيا وملعبش البطولة العربية إحساسه لسه بالتجميع دي بتاعة الفرقة وإحساسه بالمعسكر وإحساسه باللعبة داخل معسكر مختلف وشاف كمان حاجات ما كانتش على زهنه بمعنى في قطر مثلا هو شاف الجمهور المصري قد ايه عايز ياخد البطولة لما رجع حس من النقاد والجماهير قد ايه الناس محتاجة البطولة كان ممكن هو لو مش بطولة عربية مش ملعوبة يجي يخش على البطولة الإفريقية بنفس هذا المفهوم يعني البطولة كسبته حاجات رغم ان احنا قلنا انه هو يعني غير فيها كتير سواء في طريقة لعبة أو في لعبة مخدهاش أو غير في مراكز لعبة لكن في النهاية جمع التسعين في المية احنا قلنا انا من وجهة نظر باستثناء طريق حامد وقفشة اللي كان ممكن يبقى ليهم دور كبير معاه خاصة لو وصلنا للمراحل اللي جاية لانه تتالي الماتشات مع وجود كورونا والنهاردة وضحت يعني الكاميرون اكتر من لعب غاب عشان كورونا السنغال تسعيس على عيبة غابوا عشان كورونا منهم مندي حارس المرمى منهم كل بالي اعظم مسك فيهم قلب الدفاع فممكن فجأة يحصل حاجة مش متوقعة خاصة احنا قلنا قبل كده ان الكورونا لما بتيجي ما بتاخدش واحد تلاقيها ممكن 3-4-5 يعني بيبقوا عدد لانه بيبقوا منجمعين مع بعض ممكن تتنقل يعني في عناصر عشان كده العدد اللعيبة اللي كان رايح في المراكز لازم كان يبقى مظبوط جدا هو مظبوط الى حد كبير ولكن انا كانت تشايف انه طارق وقبشاك ممكن يبقى ليهم دور يعني بالنسبة لبكرة زي ما قلت انا وجهت نظر انه هيلعب غالبا 4-3-3 بس هيخلي التالت ده اللي هو ناحية صلاح عشان مايرجعهش المسافات الطويلة دي لانه كتير قوي منتساءل في مصر او يجيب النني ناحية صلاح ونخلي تريزيجي ناحية تانية مظبوط كده مثلا اه اه يعني هو عبدالله يا امام يا زيزو يا زيزو واحد فيهم بقى سواء لو زيزو هيجيبه يمين ويودي النني شمال يعني ده لكن لو لو تريزيجي هيبقى النني يمين وتريزيجي شمال وحمد فتح بينهم صح فعشان يأثر على صلاح المسافات لانه ساعات كتير من اللوم صلاح احنا لما بيجي مصر الناس بتقول ايه هو ليه مش ظاهر زي ما بيظهر في الفربور اولا الفرقة والدينماكية بتاعت اداءها والتركيبة بتاعت اللعيبة مختلف ادي جزئية الحاجة التانية اللعيبة كميات الجاري والضغط اللي بتعملها وبتقطع الكرة بسلاسة وبعدين بتحط الصلاح في قلت في العشرين تلاتين متر الاخيرة بتوفر عليه جهود كتير وبتخلي صلاح يطلع افضل ما عنده في الجزئية اللي هو متفوق فيها اوه هي التهديف نعم يعني صلاح عنده حاجات كتيرة طبعا كويسة بس التهديف الكريمة بتاعت اي فرقة يعني فصلاح بيطلع الجزء ده لكن لما بنلعب بشكل تاني مش مش شكل اللي هو بيلعب به صلاح في الفربول احيانا بيضطر يرجع لمسافات كبيرة احيانا بيبقى محتاج ياخد كرة مسافات طويلة عشان يتحرك بيها او الناس متخيلة انه هيبقى سوبرمان هياخد عشرة خمساشر واحد ويعدي ويجيب جوان لوحده فدي نقطة اعتقد انه ميستر كروش هيحط ايده عليها انه لازم حد يبقى في الجنب اللي بتاع صلاح يوفر عليه الرجوع الكتير للخلف وزي ما عاد القال ممكن جدا في اوقات يستعملوا الجوه يعني ما بقاش في الجناح بيدخلوا كراس حربة حتى لو مصطفى محمد ملعبش ممكن صلاح يلعب راس حربة ويشوف نفل فربول احيانا كان بيلعب راس حربة ويلعب حد جناح يعني ما كان